عارفين الصورة ديات وإبداعها؟ يعني في عضو سمع وعضو توازن وسألت نفسي يعني بعد الحلقة بقول إيه علاقة أن يرتبط عضو التوازن بالعضو السمع؟ مش معنى يعني عضو السمع؟ التوازن ده معمول وهنقول إزاي تعمل إن شاء الله وشغال إزاي عشان تبقى بنا آدم محترم شوف ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك إزاي تعرف لا للتوازن ده كنت مشيت تترنح في الطريقة والناس يتحكي عليك أو أنتش قادر تتحكم في نفسك واللي حصل له فيرطيبو اللي هو الدوار في ناس كتير حصلت له الدوار تجايز مرة في حياتها يحس إن الدنيا كلها يعني السقف يبقى تحته والأرضية بقى تفوق ويكون ماشي يمسك في الحيطان ويكون ماشي ومش قادر ليه لإن جهاز التوازن عطل ونكلم في التوازن إن شاء الله في حلقات السامع مش هنا عشان تقول اللهم لك الحمد يا رب ما هو ربنا سبحانه وتعالى نمره واحد تحبه يعني ما تسمع الكلام ده تحبه قوي ومال أحب مين أحب ربنا سبحانه وتعالى اللي قاله ولقد كرمنا بنياته كرمنا بهذا الخلق البديع ها وفي نفس الوقت تزلله فقير وطبعا الحب والزل هما جناح الإيمان جناح العبودية وطبعا خلاف اسم جامع لكل ما يحبوه الله ورسوله من الأقوال وأفعال الزهيرة والبطنة تعريف آخر إن من هنا الحب لن تستطيع أن تعبد الله كما يحب إلا إذا أحببته لو بتحبه هتقيم العبودية صح إنما لو كانت فكرتك عن ربنا كما قال أحد الكتب الكبار يعني مفكرين الإسلاميين الكبار قال إن كثيرا قال إن يبقى أكثر الإن بعد بقول القول قال إن معرفة كثير من الناس بالله معرفة غامضة كلمة دي عجبني أوى أو من سنين يعني من سنوات طويلة يعني 30-40 سنة على ما أعتقد إن معرفة الناس بالله معرفة غامضة من اللي برزقك رب من البيت فعنك الدر ربنا من البيت لبلك النف رب كده إنما كمعرفة يقينية في الله أن توقن أن الله معك أينما كنت وهو معكم أينما كنتم أن الله يسمعك ويراك أن الله يسمع ويرى دبيب أرجل النملة الصمراء على السقرة الصمع في الليلة الظلماء اليقين ده نائسة كتير وإحنا بنقول يعني نسأل الله عز وجل أن كل الحلقات ديات في توحيد الله عز وجل قلناه كتير وبنقولها كتير ولكي نوحد الله حق التوحيد لا بد أن ندرس العلم بالله على اعتبار أن العلم هو الباب الأعظم الذي يدخل منه الإنسان إلى قرية التوحيد إنما لما توحد من لا تعرف قيمته إيه تبتوحد إله قادر حكيم خبير بيده النفع والضر بيده العطاء والمنع بيده الخلق والتربير والرزق والإحياء والإيمات هتبعارف لا يغادر ذكر الله قلبك إطلاقا لابد تعيش فيه ليلة نهار مش معنى كين أن هتسيب شغلك والدنيا وداء اشتغل بأيديك وبجوارحك بس هذا القلب لا يكون فيه إلا الله عز وجل يوجد في الأزل الداخلية عضو مسؤول عن توازن الجسم ولا يقول لك عشان تبقى محترم ولقد كرمنا بني آدم كل خلق الإنسان اللي خلق ربنا داخل هذا الجسد كله عطاء لتكريم عطاء لتكريمك لإعزازك لكي تكون إنسانا جميلا مستورا الخلق كله كده لما تدرس كيف خلق الله القلب والرأتين والكبد والطحال والكليتين والمسانة والمخ والأعصاب وإنذ ذلك كثير لابد يستقر في مخك وأنت تدرس أن هذا إله حكيم قادر يحب لذاته أولا وللنعم اللي أسبقه عليك والمام من الخيم بيقول كلمة بديعة برضو يعني جات للوقت بس الوقت لو بس بيقول اللي اللي شايف النعم في المأكل والمشرب والملبس وفي المال والولد والزوجة والأصعاب إنسان قاسر الفهم النعمة الحقيقية هي أن يوفقك الله لمعرفته من الكلام القيم لابد القيم من الكلام القيم لابد القيم النعمة أصل يعني الأكل والشرب واللبس والزوجة كل دي لو تتذكر يشتركوا فيها الأنعام أعزاكم الله الأنعام أعزاكم الله وأنت لم تقلق إلا لمعرفة الله وعبوديته وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون في تفسير ابن عباس على فكرة رضي الله عن ابن عباس عبر الأم قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعرفوه من ضمن ما أثر على ابن عباس في هذه الآية وأنت لو عرفت ربنا قال سعى هتعبد صحفا إنما الطول من تجاهل بالله عز وجل هتعبده إزاي كنا ضربنا مثلا كنا واحد قاعد في الطريق ومر عليه موكب واحد هو أصحابه على قدر خطورة هذا الشخص المعرر هتقوم بسرعة عشان تحييه وجيب له مشروب وتجليسه جنبك طب لو مش عارفو طول طول أنت قاعد خلاص ما أقول أحد حاسس باللي ماشي ده مثال لله المسؤل الأعلى يعني فإحنا لن تعبد الله حق عبادته ولن تصلي له بخشوة إلا إذا عرفت وأرجو أن تحفظ هذه الجمل عن ظهر قلب في الأذن الداخلية عدوا مسؤول عن توازن الجسم يا عشان تمشي تتوازن وانت ماشي وإلا تقع اسمه فيستيبلر لابرينس فيستيبلر دي يعني دهليز فيستيبيول يعني دهليز الود الداخلية دي عبارة دهليز فعلا فيها فيها حاجات عجيبة سبحانك ولا تقال إلا لك هو عبارة نهية حلقات إحنا شفتها الوقت حلقات اللي هي قنوات نصف دائرية كده داخلها سائل ومستقبلات عصاب ببساطة شديدة يعني عشان ما ندخلش في تشريح الود لا في سائل اسمه ومستقبلات عصاب هبارة عن حاجات شعرية كده زي الشعر زي الشعر سائل ومستقبلات عصبية تشبي الشعيرات تسمى الخلايا الشعرية اسمها هير سيلز هير يعني شعر خلايا شعري تتحكم في الإحساس بالتوازن اللي هي سبحان الله الشعر ده لو أنا عملت كده الوقت على طول تبعت المق تقوله الصرف لأنه في ميل في الرأس أو الوحد تتعاوى كده لأي سبب يعني تبعت إشارة يوم باعت للسيرابيلة المقيغ وباعت العضو التوازن والدنيا كلها تشتغل عشانك عشان ما تقعش وعشان ما تدخش وعشان ما جيلكش الدوار والدوار ده أكتر من سبب على فكرة في النعمة كبيرة جد النعمة كبيرة ده عايزة عايزة تشكر ربنا بس ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم بالله عليك ربنا بيقولك أكد ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذبك لا والله رحمته تنافي هذا البعن رحمته اللي نزلها هو مت جزء طبعا جزء نزل هنا جزء وتسعة وتسعين فوق عشان الأخرة رحمته يعني مش عايز عزب حد مش عبلاش عايز دي لأنها تجزف الله لا يريد أن يعذب أحد ما يفعل الله بعذابكم ترجمة نانسي قنقر